كيس بجنيه هيخلي الزغليل عندك نص كيلو. هيكبر الزغليل بسرعة عندك زي ما انت شايف دي بتكبر كده بالسرعة دي. برضو الزغليل عندك هتكبر بسرعة. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وتعالى على طول اقول لك على الطريقة. اول حاجة هتقص الكيس الخميرة كده. تجيب حاجة كبيرة زي دي. هنفضي فيها الكيس كله كده. معلقة سكر زي دي. نحطها. نص كوباية مياه دافية. نحطها عليها. شوف حضرتك الكمية. كمية الليلة جدا لسه. هنشوفها لما تخمر هتبقى عاملة ازاي. هنقلبها ونسيبها لما تتخمر. دي طريقة تحضيرها للحمام. لان انا شفت ناس وكنوات كبيرة بيرجها كده بس من غير سكر ومن غير ما يجهزها ولا ما يدافع ولا حاجة. اه فمش هيكون فا فايدة. دي الطريقة الصحي لتحضير الخميرة. هلازم سكر يا جماعة. السكر اللي هينشط البكتيريا النفعة زي ما حضرتكم عارفين. اه هي بتنشط مع السكر. الخميرة هي دي البكتيريا النفعة. الخميرة دي بقت موجودة جماعة. الخميرة. الشركة دي. بقت موجودة. وتوفرت في الصيدلة. انا جايب دي باربعتشر جنيه من فترة كده. لكن ممكن تكون زادت شوية مع. اه لكن هي الخميرة دي موجودة. طبعا انا بستخدمها ازاي? انا بستخدمها للزغليل بس. عموما يعني. لكن ممكن تستخدمها لكل الحمام. اه طبعا انا بعطي الفلاجيل للزغليل اللي زي كده. اه من عمر اليوم التامن والتاسع والعشر. فلاجيل نصف سنتفلاجيل اللي مدت تلاتة ايام. كل يوم نصف سنتي فلاجيل. او امر زولي. يعني اول متوفر في بلدك المهم المطهر المعوي. الفلاجيل اللي بيقتل البكتيريا الضرة والنفعة. فعشان نرجع البكتيريا النفعة تاني. بنجيب قرص خميرة زي ما قلنا لحضرتك. اهو القرص فيه الشق ده. بنقسمه بالنص. ونأتي للزغليل اليوم الحداشر واليوم الاتناشر. كل يوم نصف قرص. بس كفاية. ما تقتش تاني حاجة تاني. اه الخميرة فيها كل العناصر اللي هتخلي لك الزغلول نصف كيلو. بسم الله ما شاء الله. لكن يا جماعة بعد الاكل. الخميرة لو قططها قبل الاكل بتخسس الحمام او بتخسس الزغليل. اه استنى لما الاهالة تاكل. وبعد ساعة يفضل بعد ساعة ان انت اه تطيق الخميرة. انا اكلت الحمام فوق. اه اه بجهز الخميرة. ومعطش الحمام طبعا بعد تعطيش الحمام معطشه حوالي ست ساعات. هنطلع نسقي الحمام. هنسقي الحمام الخميرة وهقول لك هنسقيه ازاي. يبقى الخميرة دي انا بستخدمها للحمام الاهالي كبير. الخميرة الفورية السريعة دي. كيس ده بجنيه. كيس بجنيه هيخلي الزغلول عندك نص كيلو. الخميرة دي. وزيادة كمان. ده انا بتكلم نص كيلو على اي حمام يعني الحمام العادي. قدمها للحمام ازاي? اه يكون الحمام اه كال وطبعا هو عطشان يشرب الخميرة. لكن اهم حاجة لما تحط الخميرة اه الخميرة بتركز في المياه. في لازم يكون الحمام عطشان يشرب وبعد ساعة تغير المياه خلاص كفاءة عليه كده. هي ساعة يكون شرب الخميرة طبعا هو عطشان نحط الكمية اللي تكفيه بس اول ما يشرب. وخلاص تأكد ان الحمام شيريب كله. وبعد كده تغير المياه بمياه نظيفة. ويتكرر الموضوع ده. اه مرتين وربعة. خاصة ازا. لابد دنكتات الخميرة. بعد ادوية الددان. حاجات. بعد المضادات الحيوية. وبعد ادوية الددان. وبعد المطهرات المعوية اللي هي الفلاجيل والامريزول. طيب تحتوي الخميرة على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم منها فيتامين ب اتناشر واهم المعادن كالحديد والزنك والماغنيسيوم. فيها حديد وزنك وماغنيسيوم. اه الخميرة علاج فعال للانيميا. يبقى ازا اتحسن الزغليل المسيفة. ما قدتش هتلاقي الزغليل المسيفة اللي عندها انيميا. مفيد جدا للريش. وخاصة اه فترة القلش. تقوى الجهاز المناعي. او ده اللي احنا عايزينه يعني 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 تعتبر الخميرة اه رفع مناعه للحمام. تغطي الخميرة. الخميرة تستخدم للتخسيس وكمان تستخدم لزيادة الوزن. بس دي لها طريقة ودي لها طريقة مهمة اوي 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 اوي. ان انت تعرف الفرق لو استخدمتها قبل الاكل بتخسس. لو استخدمتها بعد الاكل بتزود الوزن. سواء للبنى ادمين او للطيور او لاي حاجة. طبعا احنا هنستخدمها لزيادة الوزن. عايزين مش عايزين نخسس الحمام. احنا هنستخدمها لزيادة الوزن. يبقى هنعطيها بعد الاكل بساعة للحمام. يبقى عشان تزود الوزن. لكن ده للتخسيس ده طبعا لو عندك اه نتام ليسة او حاجة استخدمها قبل الاكل الخميرة حطها له قبل الاكل. لما يكون فرد انتهى مش عايزة اطبيض او مليسة او عايز تخسيصها اعطي لها قبل الاكل. شوف يا سيدي بقول لك ايه تحد من الاصابة بامراض القلب والشرايين يعني هتمنع الجلطات. تمام? هتمنع الجلطات من الحمام اللي هي اللي احنا بنقول عليها في اصابات الروشة بتلاقي الجلطات كده في رقبة الفرد لما بنشيل الريش بتاع الرقبة بتلاقي فيه جلطات في الرقبة اللي بتسبب التوع الرقبة. اه? الخميرة برضو مقوعة لعظام الطائرة. انا عايزك تشوف منظر الخميرة لما زادت بقت خمرت بقت عاملة ازاي? كده بقى يقول لسه هتخمر كمان لو سبتها البرطمان يتمال اهو. شوف ده الكيس الخميرة اللي احنا حضرناه. شوف بقت عاملك ازاي? مالت البرطمان ازاي? احنا هنجهز لك البرطمان التاني اهو واحد كمان لان الكيميري مش هتكفيني. هنخليه واضح كده. اه شوية المية هون. نص كوباية المية موجودين زي ما هما. اهو جاي ما خادرتك شايف ده نص كوباية المية في برطمان كبير. طبعا دي لازم نلحقها لانها هتبقى على الارض. فارط على الاخر اهو. لانك حاطت فيها اه شوية اه حاجة حاجة ساعة. هنقص الكيس الخميرة التاني ونحطه في شوية المية الدافية. اهو. معلقة السكرية. نقلبها. طبعا البلطمان التاني بقى على اخطاء. خلاص هنشوف حاجة كبيرة نفضها فيه. ونلحقه بسرعة نسئل مفروض نسئل الحمام في الوقت ده. زي ما حضرتك شايف المية قد ايه? دي اللي بقت كده بالشكل ده. اهو. شوف وصلت فين الخميرة? دي الطريقة الصحة لتحضر الخميرة. مش تجيب لي شوية في ازازة وتربهم وتقوم حطيتها. لأ. وممكن كمان تستخدم الخميرة البيرة بتاعت الفران. لكن هي بتاخد وقت شوية في الايه? على بال ما بتتخمر. آآ طبعا ديت بنقلبها كويس برضو. هنسيبها زي ما هي? وهنصورها لك كده على سريع بسرعة. وهي بتزيد. زي ما شوفنا كده الخميرة بتقع على الارض. شوف فارت الزاو بقى على فكرة يا جماعة. الخميرة دي مفيدة جدا. انا هاكل الحتة دي. طبعا بشيلها بدل ما تقع على الارض. هطلع بقى اقدمها للحمام زي ما قلت لك. الكمية دي هحط البرطمان من ده على خمسة آآ لتر مية. شوف طبعا التانية على بال ما ايه جهزنا شوف بقت ازاي. شوف وقت هنا ازاي من لو عايز تعجن بقى لوقت حتة عجين تعمل بقى مخبوزات هي الوقت كده جاهزة لكل حاجة. عايز تاكلها ما فيش مشكلة ممكن تاكلها. اما اطلع بقى نلحقها ونقدمها للحمام. قبل ما تقع في الارض. آآ طبعا طلعنا عند الحمام. السقاة دي بتاخد ستة لتر انا هحط فيها آآ برطمان من اللي انت حضرتك شوفته اللي في الخميرة ده. هو تلبصر ما نشوف. انا شلت الوش اللي اللي فار خالص. كلتها صراحة. فضتها. وهنغسل طبعا البرطمان خسارة دول. ونملأ عليها مية ونقدمها للحمام الحمام عطشان جدا. طبعا هنا انا سيبتها نقصة شوية. يعني مسلا قلت لك خمسة لتر انا سيبتها نقصة شوية. آآ الحمام يشرب وبعد ساعة آآ اشيل المية لان طبعا هي ممكن تحمض. آآ فما تسباش كتير قدام الحمام. ساعة ساعتين كده الحمام كله يكون شرب. ونشيل المية هنغيرها ان شاء الله. الموضوع ده هعمله يومين وراء بعض. هنوزع الكيس التاني على الحمام اللي في السلكات ده. آآ في مسائل زغيرة على بالما ايه آآ اركب الجردل اللي هو بتاع آآ بالخراطيم دي بصراحة انا بسه موصلتهاش. لكن هي مشكلتي في الحمام السايب اللي فوق ده. طيب الفيديو الجاي ايه? الباب ده كتير اجا افتح الباب ده آآ حمام يطير مني ويخرج برا. وبيحصل اكيد لناس معظم الغوال زينا. الناس اللي مربين في البيوت في قوض كده يجي فتح باب القوضة. الحمامة تقوم هوب ايه طبعا مش متعودة على الطيران ما تعرفش الجاو ومتعبش ترجع. تطير وخلاص ايه? بالسلامة. طيب ايه الفكرة اللي انا هعملها? آآ ده الباب اهو. لو قفلنا الباب كده. هاجي من هنا. هوم عامل باب سلك. بين وبين الباب دي حوالي متر. بحيس اننا هدخل الباب ده وهم قفله. وبعدين نفتح الباب التاني. لو حاجة خرجت تخرج فين? في الباب الاولاني. آآ بكده يكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو عمل لايك. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركت. شوفها على زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.